السلام عليكم لبنات كنت بنا تكونوا بخير وعلى ألف خير خبطوا اللايكات فضلنا وليس أمرنا وندخلوا في الموضوع أختنا قلت لك حقا ما حقا طاح لي هالجانين طاح لي هالجانين وغي البارح كانت قلت له وقعت لي هالجانين اه لا الاسات الاستعمار لا تقول يالك نجحة من هذه من اخرى تدبت خولة واضحة من هالجانين وشارة ولا ادخلت الحمصة لم يكن الحمصة المهم انا اكلم انا ممكن يطيح لك يعني الموضوع شهر رابع رصافر خاصة توي يتكفن ويتدفن وطلع لي صلاة الجنازة كدرتي لي اختي خرجتي في ساعتين امتى بنجوك وامتى داروك العمالية وامتى فقتي من البنج نعم ليش شيطان صاحبتي واش دبتت ايايا حيت كين شي بعضين صدقوك ان هديك بنتك كالصحبه رغت تدوزعي نتاهد انك ها فين هو ها الطبيب وري ان الوطائق اعطينا كيف ما قلتي الحالة المدنية حصلتي انها ما عندكش وري ندب اسميتو وري ندب ورق ديال الطبيب ها اللي قال لك انه نزيف حد ونهيار عصابي عد ممشيتو بعدها عد ممشيتو حيت لكان لكان نهيار عصابي را ما غيقول وش لك جينيكولوج ما غايقوش لك انهيار عصابي ايش كيت خارب وقوق الدخل والشكري في العكل حقا اكتيقا بالدوى ديالسميتو مهديقات يالله دير الكاراتين الكاراتين ومهديقات ودك الشر ما كيتعطاش للمرة الحاملة ما كديروش نقصي من السلوكية واحد شوية نقصي من السلوكية تدب المغالبة شفتي ما نفعتش معاهم ديك ديال الماليكة انا البعرة انا هادي شنو ندير معاهم ارا نخدم معاهم استعطاف وامل اللي تزوج شي بدك المنحوس واتيغاف المشاكل يقول لك شي واحد ويطيف اقول لي عش شكر مفرتك انا را ما كل ما عندهش الساس من الول انا را ما عندهش الساس في الاكنام كان ندير معاكم والله بما قال ما نقول لي شي كلمة خيبة اغير ندير معاك بالمعقول شوفي من النهار دخلتي لهد الزواج ها لا راجعي حساباتك قولي انا عشان ربحت من هد الزواج هاا هاي واحد ذهبين واحد يعني تصرفي في المغرب على رأسك و تصرفي الى واحد على الاقل لما كنتيش تصرفي الى ماكلك فالكرارة ماشي سهل تمايا الكرارة على الاقل كتخلص واحد خمسالاف درهم بلاتين مش نشوف البنات اللي عارفين بش حال كارية تمايا نصولها نصولهم و انا معاكم انا انا اتكت لكم بقى مليون و نصف كارية او لبش كارية حاليا حسي ايها بقى كارية و مالك اختلت الحالة مالك يلا بش حق انتسمع انا حق مزوجة انا الفلوس انا المالكة اوالي اوالي صاحبتي اوالي قدف الخسرين و مالك اتلاقتي بقصالح انتي كنتي كدبيت اقبل غريدة برولتي دك بزاف عندك اه اه كنتي قيلة الله عفوذناك و اسميته و طحتي فبير و ذاك الشي المهم و ذاك الشي تخرب يقتعوه من بعد بديتي كتنعميوليهم العينين ديروليهم من بعد تستيتي تستيتي والتي اضحوك و اذا بالمشكلة هي اضحوك في مواقع التواصل الجماعي ولكن بالنسبة لي هي مزيانة حقاش يقدمه كتدير كتدير البيوز بالضحك فيها شنو كيوقع كيكون عنده التفاعل في انستغرام يعني كل شي كيبغي يدخل لي يشوف شكونة هي دي اللي ديرها في راسة الضحك اذا ما اعطاني عشرات المليون الخاتم بحشرات المليون هو اصلا لحطا في الدفوع دي لحطات صناع دي اللي هي اصلا جايباهم شاريه من تسمى ب 2400 ريال مغربية ما علينا من الشي كامل من اللي تلاقيت بي و اذا كشي فات حده حده بنتي كتبغي تفقسي شي ناس اخرين فهمتي؟ و كتبغي تفقسي شي ناس اخرين و اذا كهو مسكين ما عندوش باشت فقسي يعني كتبغي تخسر علي باشي غتبيني و و مكين ما تبيني و مو حالشتي قدر يجي يعيش معك في المغرب لحقاش ما هو ولا في تماية اذا كتبغي تلك المرة 18 عام هو تماية يعني ما يمكنش يجي يعيش لك في المغرب يعني باش تبغي تيت تماية انك مزوجة غتبغي يشد فيه هواية وهو غيبقى متسحلي على حقاش هو تماية كاريالي وهو كان غي متشرد قلس مع الفلبينيات و كيقلس مع صاحب اختو وهو واحد اللي كيقلس مع صاحب اختو عباد الله ساعب تليس مع صالون اليمنى دريات هايه نار هذا في الشي غير الحقيقة في الدقيقة قلت لكم كانت شدات احتى هو رضو 48 ساعة هايه نار اللي قلت لكم رشتدو بقوي باتو و بالحيساتو هايه نارة خيرجة قلت دفل باطلة ايبى الله حقه طاحلية الجانين تيعد البارح قدقولي حقه طاحلية شوية طاحلك ويلا صاحبتي سلوكية صح دوبرماناش خلاوه اه ايشي طعن ربخة منكونوش والدين قاع راح نسامعين نكونو سامعين راح خصكت بنجي خص عمليا خصكت فيقي من البنج خصمي تطم نوعيك راح الاقل مليك تكوني دير معامرون ديفو كل شي ومجدين ومجاهزين وكل شي تدخلي مع النبوري يساليك تل تلتكت على الشي يعني احت 12 ساعة 12 ساعة ما بين انك تمشي لعندهم وتخرجي من عندهم فهمتيني؟ فمتقوليش الياجو السويير والطبيب والموليدات والفرمالية خاص بهذا اما تقولوش لك ما كيففهموش هو ما انهيار عاصابي ولا ما انهيار عاصابي انت ياه على القوم ياه على كلاخ تفو اصير جميع عاصك انا ضد قادي وصافي انسى واحد الواحدة لا ما بغانيش ولا عائلته ما بغانيش لقاتكم عائلته كانوا مبع كانوا مزيانين على ابراهيم اختولي ما كانش مزيان اختولي ما بغانيش اتباق اخر تخطو اضفو اخطو تزوج نانطب واذا نثبت بزواجك نظر شو فيش كي وقع لك وما زال جاي وقع لك اطلاق بجاوض اوا اطلاق من جاوض شو فيش كي كان السبب من بعد او اذا وضعت براهيم اتبع براهيم كان قبل ان اقبق براهيم و من ورا جاوه و من ورا طلق من جاوه و مباشرة او براهيم يعرفت ان امامه ان ادفقت معه الله تقول الدريات هو التخطي السريع ايه من ناحية الفلوس طبيعي وحد يكون عنده قل منك وحد عنده كثير منك وانا انت نستطيع كامل وده با لام اللي تترجع لبنت أصحابها ومصابا تيما خليها وطيباك نهار دين موما دين موما وش علامة على الواكيل وش علامة بالطبطة حسنا نقتنا معاك نفهمشش الحفام تغايد دين موما اذن نعلم الحمار مكانا تبني اخرجتي ومعتش ناوود المدة كاملة خمس شهر اختيت لقدفني وتذيري وديري اصلاة الجنازة وتكفني وما نعرف شنو فهمت ايه تري جاي بركة دولي ان اللحقة تعالى منذ 14 شهر خسوه يتكفن وكل شي هاديك سهاها تفرز تسجيل مشاعود محركة الانسان يعتني أنت يكون قد يتزعزع تستطيع القناة فلاحظة لكي يتزعزع كذلك إيجاع الصغير يشمو ذاك الشي ولي شي جارة تكون كتحرك الشرويطة وليشي حجرة مصيبة كحل الدريل الصغار ولي كتأثر على الدريل الصغار ما تأثرش على الكبار كورو مأثر على هذا المسخوطة ما كان تضل تحرك الشرويطة و تشعل في الشمع والله تمكين للعطاس اللي يدو لمنيم الدق ما عارت كيف يش عيشين وحق الله العيل عادي ما عارت ما كان فهمو ماذا؟ عائلة ممو عائلة ما كان اللي يحكم المره ما كان فيها اللي يحكم الراجل هارب ولمش يهارب وإنما المهم طاج طاج غير بعض المره الأخرى هيا كيجي الراجلت وكيطج هذيك الأخرى يسميت هذيك الوسطانية فيه ما عارت كيف هذيك المره ما عارت كنت أسميتها هيا مسكينة قاعد نارو كتبكي على الجوار زعماء لا يلا هيا الله حقه قال لك سحرولينا حقاتها هي متجوجات كان كان خاطبة هرب عليها ما عفناها بواش كونه خاطبة طانوبيلة اللي كانت عندها مقادش عدة الشراءات اللي اختبه لجابة عواي مرش فايفير شراء عواي مرش فايفير مرش فايفير هم مراكي كريو حق الله العظيم سمعتوني وانا قلت لكم ديك المره الطانوبيل لهذا المرسيدس اللي عندها دابا را كانت عنده واحد لواحد عنده أجونس دي الكرة دي الطانوبيل لحت واحتى قالت انها هي اخذاتها ومن بعد حيث هو عنده تيك توك من بعد لاح واحد الفيديو صيقها انا ما انقوش ان اشعر حول قاعدتو ما شنو واقع فين هي الكاديلاك يعني بين السيدة تلك المرسيدسية كانت كارياها وحيدتها وجهت الرونج يعني بين كل مرة ربما كتكريم مدة طويلة حيث قد ما كريتيم مدة طويلة المهم بذريات كان هذا هو الفيديو دي اليوم سمحوا لي على الصداعكين الموسيقى وشكرا لكم بزاف بزاف والسلام عليكم